أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بأن قوتها البرية اختتمت يوم أمس الأربعاء فعاليات التمرين المشترك السور 2024 مع القوات الأمريكية وأوضح بياننا صادر عن رئاسة الأركان بأن التمرين نفذته القوة البرية الكويتية ممثلة بلواء السور الألي 26 وقوة اسبارتن الأمريكية اعتبارا من 11 من شهر فبراير الجاري بميدان الديرع شمالي البلاد وأوضحت رئاسة الأركان بأن التمرين يهدف إلى تطوير التخطيط المشترك وتوحيد المفاهيم وإجراءات الانفتاح وتنسيق النيران لرفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية وكذلك تعزيز التعاون العسكري المشترك بين القوات المشاركة الكويتية والأمريكية الصديقة